موسيقى إصحاح 24 آية 15 بنجد آية عجيبة جدا آخر الإصحاح يشوع بن النون بيكلم شعب بني إسرائيل اللي عبر بيهم ودخل بيهم أرض الموعد وحقق لهم إرادة ربنا في حياتهم لكن كان في منهم ناس يعني بعاد عن ربنا فبيقول لهم آية عجيبة جدا بيقول لهم إيه إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم من تعبدون إن كان الألهة الذين عبدهم أبائكم في عبر النهر وفي مصر وإن كان ألهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم أما أنا وبيتي فنعبد الرب يشوع 24 15 احفظوا الشاهد ده لأنه مبدأ مهم جدا في حياتنا المسحية وفي أسرتنا وفي بيوتنا أما أنا وبيتي فنعبد الرب وكأن ربنا بيعلن بالوحي المقدس على لسان يشوع بن نون أن الله يهتم بالبيت كله بالأسرة كلها وبنجد ده بطريقة عجيبة جدا واضح في كتاب مقدس على سبيل المثال بنجد كتاب مقدس بيركز على دور أم موسى النبي في تنشئة هذا النبي العظيم يكابد ويذكر اسمها وعندما يذكر الكتاب مقدس اسمها كأنه بيوجه عنينا لدور الأمة هذه الأمة بالذات لأنها قدمت دور عظيم جدا في رعاية ابنها أيضا كتاب مقدس يشير إلى الإيمان في الأسرة لما معلمنا بولوس الرسول يكلم تلميزه تموساوس يقول له استذكر الإيمان العديم من الرياء الذي فيك الذي سكن أولا فيه جدتك لوئيس وأمك فنيكي دور الأسرة في تسليم الإيمان من جيل إلى جيل وأهمية هذا وإيمان أفراد الأسرة بأن عليهم دور في تسليم الإيمان زي ما شفنا في الأول آدم بيقول على حواء هذه عظم من أزامي ولحم من لحمي نحن في وحدة في طريق الله في وحدة في الإيمان في وحدة في الحياة المقدسة لا يمكن أن تنفصم حتى لما كان فيه نموذج صعب داود النبي وعلاقته بابن أبشلوم اللي تمرد عليه عندما مات أبشلوم رساه داود النبي بكلام يعني حرك المشاعر اللي بيقول أبشلوم يا ابني أبشلوم يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشلوم يا ابني ما هذا ابنك بيتمرد عليك وبيقود حركة تمرد عليك وعلى ملكوتك الذي ملكك الذي أعطاه لك الله ومع ذلك محبة الأب لابنه واضحة جدا جدا فيه ألمه من أجل موت أبشلوم موتها كانت صعبة شوية يوسف الصديق وهو في قمة السلطة يهتم بالسؤال عن أبوه وعن أخوه الصغير بن يمين الرابطة بين أفراد الأسرة نحن جميعا وحدة واحدة في طريق الرب وهكذا أمثلة جثيرة جدا 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 في كتاب مقدس وبنشوف بعد كده معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسوس بيوصي النساء على الرجال بيوصي الرجال على النساء وبيوصيهم على الأولاد نحن مدعوين أن الأسرة تكون وحدة متكاملة مرتبطة بعضها بالإيمان بالحياة المقدسة بتنفيذ وسيط ربنا لكي تكون أسرتنا عيقونة حقيقية حسب قلب الله في الكنيسة ربنا يعطينا أننا نهتم ونتعلم من كتاب مقدس هذه المبادئ ولإلهنا المجد دائما أبدا أمين ونشوفكم على خير في القاءة آخر ترجمة نانسي قنقر